نتعلم من سيدنا سليمان أنه عندما استمع لحديث النمل بعضهم مع بعض قال ربي أوزعني أي ألهمني وفقني أرشدني سددني أعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخني برحمتك هذا منتهى التواضع مع الرب سبحانه وتعالى برحمتك في عبادك الصالحين هذه الآيات لا نجد مثيلا لها في الكتاب المقدس الكتاب المقدس يدخل مباشرة في الحديث بكل أسف عن الحديث عن سيدنا سليمان وبكل أسف وحصرة نجد أن حياة سليمان وملك سليمان يبدأه بالقتل والعياذ بالله وجاء هذا في سفر الملوك الإصحاح الأول أن سيدنا سليمان جاءت إليه أمه تتوسل إلي أن يعطي لأخيه غير الشقيق أدنيا أن يعطيه أبيشك الشونمية زوجة أبيه داود وخبالك أن يهابها له زوجة وإذا به يحضره ويقوم بتنفيذ القتل عليه والعياذ بالله وكان هذا في مطلع ملك سليمان بدأ حياته والعياذ بالله بسفك الدماء أما القرآن الكريم فإنه يتحدث عن نبي كريم ويطلب مننا أن نقتدي بهؤلاء الأنبياء جميعا الكتاب المقدس بكل أسف كتاب تاريخ وبالتالي يتحدث عن مأكله ويبالغ جدا وعن مشربه ويبالغ جدا بل ويتحدث عن بيته وعن يعني غنمه وبقره وعن خيله وأنه كان يوجد لديه أربعة آلاف مزود لخيله ومركباته وفي رواية أخرى وفي سفر آخر أربعين ألف مزود يعني سفر يقول أربعة آلاف وسفر الملوك يقول أربعين ألفا